تحذير واضح أطلقه وزير الخارجية الألماني فرانك فولتر شتاين ماير خلاصته أن أوروبا لن تكون أحسن حالا إن هي انتكست للوراء وعادت إلى النزعة القومية التي سادتها في القرن التاسع عشر الوزير الألماني يدرك ولا شك التهديدات التي تحدق بدول الاتحاد الأوروبي والتي حددها بسياسة الخوف والانعزال ورفض الحلول الأوروبية المشتركة كما رفض في الوقت نفسه أن يستشرف مستقبل أوروبا وقد رجع قرنين للوراء مع ما ينطوي عليه ذلك من خطورة وزعزعة للاستقرار وقد فند شتاين ماير حجة الشعبويين والقوميين والمتطرفين الذين يرون أن الأحوال ستهدأ بزوال الاتحاد الأوروبي وبوقف الهجرة بل وربما بطرد الأجانب والمهاجرين وقال أن هذا الادعاء ينطلق مما أسمه نسيانا خطيرا للتاريخ لمناقشة هذا الموضوع معنا من برلين الإعلامي أكتم سليمان ومعنا من لندن الكاتب والصحفي عادل درويش بإمكانكم مشاهدين أن تشاركوا معنا بالأسئلة والتعليقات على موقعنا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ أكتم مساء الخير دعني أبدأ معك بتصريحات السيد شتاين ماير لافتة يحذر من خطر الفكر القومي هل هناك مبالغة إلى حد ما في هذه المسألة وأن البعض يقول أن أوروبا لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تعود إلى الوراء وأن المفاهيم التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر دفنت إلى غير رجعة هل هناك مبالغة في التحذير من خطر الفكر القومي اليوم في أوروبا ربما يكون هناك بعض المبالغة لكن في نهاية المطاف أولئك الذين عاشوا في القرن التاسع عشر لم يكونوا من سكان الفضاء كانوا من سكان القارة الأوروبية أيضا لكن الظروف التي حكمت تلك المرحلة ما هي هذه الظروف التحالفات العسكرية المساعي القومية في ذلك القرن توحدت بعض الدول وفي ذلك القرن بدأت الكثير من الحروب تذكير شتاين ماير بالقرن التاسع عشر إذن ليس من قبيل الصدفة ما الذي جعله يعود إلى هذه النقطة؟ هناك العديد من القضايا في السنوات والأشهر الماضية التي أشعرت بعض الأوروبيين على الأقل أن الحلول القومية أفضل أو أن على الأقل الحلول الأوروبية غير متاحة على رأس هذه المآزق أو المشاكل تأتي الأزمة الاقتصادية مثلا مع اليونان كان هناك ومزار خلاف ألماني فرنسي حول طريقة التعامل ماذا هناك من قضايا؟ الأزمة الأوكرانية التي هددت أوروبا بالحرب في العام 2014 هناك ألمانيا وفرنسا من جهة وهناك أوروبا الجديدة بولندا وغيرها في شرق أوروبا من جهة أخرى يطالبون بموقف أكثر صرامة الآن لدينا موضوع اللاجئين الدول الأوروبية بدأت تغلق حدودها هنا أو هناك القومية مرة أخرى وتعرض معاهدة شيء للخطر هذا كله يجعل الكثيرين يشككون في دور أوروبا أهمية أوروبا مستقبل أوروبا وليس صدفة أن يقول الوزير الألماني هذا قبل شهرين تقريبا أو أقل من شهرين بالأحرى من استفتاء البريطانيين على البقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو عدم البقاء داخل هذا الاتحاد أستاذ عادل مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار السيد أشتاين مائر يقول سياسة الخوف والنعزال ورفض الحلول الأوروبية المشتركة باتت تهدد دول الاتحاد الأوروبي وأن مستقبل أوروبا لا يتمثل في العودة إلى القرن التاسع عشر بقوميته والتناحر بين دوله إلى أي مدى هناك بالفعل خطر من أن تعود الأمور إلى الوراء وهناك نزعة قومية تمثل خطرا بالفعل اليوم على وجود الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة خطرا على من؟ يعني لو خرجنا من التحاد الأوروبي في بريطانيا هذا ليس خطر هذا هو عودة إلى ديمقراطية إذا كانت تحدث عن بداية ظهور الدولة القومية كان هناك عناصر أو هناك تفاعلات ومحصلات اقتصادية وسياسية واجتماعية أدت إلى ظهور الدولة القومية ثم تطورت إلى أفضل أشكال الديمقراطية وهو الشكل الموجود عندنا في بريطانيا الملكية الدستورية البرلمانية رجب أن نفرق بين أوروبا وبين الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي كسوق أوروبية تعاونية مشتركة فكرة جيدة لكن كدولة فيدرالية هي بعيدة كل بعد عن الديمقراطية وهي لا تشكل خطر يعني الأزمة الأوكرانية سببها ماذا سببها؟ هو توسع الاتحاد الأوروبي ومحاولة ابتلاع كل الجمهوريات السوفيتية السابقة مما أدى إلى توجش في روسيا وهذا أدى إلى سعود الأزمة الأوكرانية أي أن فكرة الحاد الأوروبية هنا هي نفسها فكرة تدعو إلى الخطر وقد تؤدي إلى الحرب في حين أن الاستقلال كما هو نريد في بريطانيا مثلا هو العودة إلى ديمقراطية محاسرة بحيث تكون الحكومة التي تتخذ قرارات في السياسة الخارجية أو الداخلية هي حكومة محاسبة أمام البرلمان وبالتالي يكمح يكبح البرلمان الديمقراطي المنتخب أي تطرف أو أي ناسعة غير ديمقراطية من هذه الحكومات أما الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي فهو الذي يؤدي إلى سعود هذه النعرات لأنها عبارة عن أوليجاركية أوتقراطية غير محاسبة وغير منتخبة أستاذ أكثر ما رأيك في هذا الكلام يعني اتهامات خطيرة وجهها الأستاذ عادل للاتحاد الأوروبي أولا فكرة الاتحاد الأوروبي هل هي بالفعل خطرة هل هي بعيدة عن الديمقراطية كما يقول وهل هي تهدد هل الاتحاد الأوروبي يهدد بابتلاع مكوناته ما رأيك في هذه الأفكار كلام الأستاذ عادل مهم جدا أعتقد أن الموضوع الآن ليس اعتراض أو موافقة على هذا الكلام بقدر الاعتراف بداية بأن هناك مخاوف في أوساط شعبية أوروبية من هذه النظريات تماما التي ذكرها ضيفك الكريم من لندن الآن المخاوف مشروعة غير مشروعة هذه قضية جانبية عندما تخشى الشعوب أو أفراد داخل الشعوب من شيء معين يجب أخذ هذا على محمل الجد طرح ضيفك الكريم موضوع الاتحاد الأوروبي ومشاكله صحيح لذلك شتاين مير لم يتحدث عن أهمية الآن الاتحاد الأوروبي وإنما تحدث عن أهمية الاستمرار في طريق الوحدة الأوروبية وعدم العودة إلى فكرة الدولة القومية وهو الأمر غير الممكن أصلا إلا بتدمير هذه البنية الأوروبية نتذكير الدولة القومية في أوروبا تعني الحروب الألمانية الفرنسية تعني حروب نابليون تعني الحروب مع جهات كثيرة أخرى كان هناك تجمع من الحروب والصراع على المصالح فرح الأوروبيون بالخلاص من هذا مع انتهاء الحربين العالمية الأولى والثانية بعد ذلك ونشأ شيء صحيح هو سوق أوروبية مشتركة في بداية الأمر لم يكن الأمر يتجاوز هذا الموضوع تطور أكثر إلى فكرة سياسية مجموعة من المبادئ القيم ما إلى ذلك لكن وهنا ضيفك محاكم لندن لم تتطور البنية السياسية الأوروبية باتجاه لا دولة فدرالية ولا غير فدرالية بمعنى أن القوانين أحيانا تكون قادمة من الاتحاد الأوروبي وتكون بلا معنى كالقانون حول درجة انحناء الموزة المسموح به داخل الاتحاد الأوروبي لا يسمح للموزة بأن تكون منحنية أكثر من حد معين بأمر من بروكسيل هذا أمر طبعا يثير حنق الفلاح الأوروبي أو المستهلك الأوروبي الانشغال بهذه القضايا لكن من جهة مرة أخرى البنية السياسية الأوروبية قابلة للتطوير إن شئنا الموضوع ليس أن نرفض الاتحاد الأوروبي أو نقبل به بالتأكيد وضعه الحالي وضع مرفوض الاتحاد الأوروبي يتحدث عن ما يسمى بوزير خارجية وزيرة خارجية في هذا الاتحاد ثم لا يكون له سياسة خارجية مشتركة الاتحاد الأوروبي وله رؤى مختلفة فيما يتعلق بقضية اللاجئين الاتحاد الأوروبي تهدد كل دولة مهما صغرت من أعضائه برفع دعوة هنا ودعوة هناك وتعطيل قرار هنا وتعطيل هناك ثارة بنيانا صحيح بيروقراطيا معطلا وهذا لا يرغب به المواطن الأوروبي الذي بات يشعر أن هناك في بروكسيل من يفرض عليه الكثير من الأمور وأن الأمر الميع تحت رقابته ورقابة بارلمانه الوطني لكن مرة أخرى لا تكون الحلول بالعودة إلى الدولة القومية القديمة هو أمر غير مطروح أصلا غير وارد غير ممكن حتى لو رغبنا في ذلك في هذا العصر عصر التكتلات الكبرى ويعرف البريطانيون حجم خسارتهم عندما سيخرجون من الاتحاد الأوروبي لكن أيضا لا يجد أن نقول للمواطن الأوروبي أن الجواب هو الاستمرار في بيروقراطية وحالة الملل والخلاف داخل للاتحاد الأوروبي الحالي ومؤسساتها التي لا يعلم أحد بالضبط من المواطنين الألمان أو الفرنسيين أو البريطانيين ماذا تفعل في بروكسل واشتراسبورغ وغير ذلك من المدن وتكويناتها المختلفة أستاذ عادل هل مسألة العودة إلى الدولة القومية مطروحة بشكل جدي في هذا الوقت أم أن المسألة كما قال الأستاذ أكثر أنه يعني ضرورة الاستمرار في طريق الوحدة وعدم العودة إلى الدولة القومية مما يعني العودة ربما إلى الحروب بين هذه الدول هل المطلوب هو العودة إلى الدولة القومية أم يعني إعادة النظر في بعض الأمور التي تحكم عمل الاتحاد الأوروبي وإدخال إصلاحات عليها أنا أستطيع أن أغير حكومتي أنا غيرت عمدة لندن بالتصويت أول أمس أستطيع أن أغير حكومتي بالتصويت لا أستطيع أن أغير المفوضية الأوروبية هناك ساسة كنيل كونوك مثلا كبيتر ماندلسون رفضهم الشعب البريطاني مرتين وثلاثة ورفض انتخابهم يذهبون إلى الاتحاد الأوروبي وتولون مناصب لفرض قوانين على ألمانيا وعلى بريطانيا دون أن ينتخبهم أحد المسارة الألمانية أنجلا ميركل عندما قالت نرحب بمليون مهاجر لم تأخذ رأي الشعب البريطاني والآن تريد بروكسل أن تفرض هذه المهاجرين على بريطانيا نحن ندفع أسبوعين 350 مليون جنيه سترليني إلى بريطانيا نستطيع أن نبني مدرسة كل أسبوع نستطيع أن نبني مستشفى كل أسبوعين بهذه المبالغ التي ندفعها في النهاية كما نراه نحن في بريطانيا الاتحاد الأوروبي هو حلم بيسمارك هو ألمانيا تريد أن تحكم أوروبا عن طريق الاتحاد الأوروبي بالسياسة والاقتصاد بعدما فشلت في تحقيق ذلك من خلال حربين على ميتين عندما يأتي مهاجرين بالملايين ترحب بهم أنجلا ميركل وتدعوهم دون أن تستشير الشعب البريطاني فلنريد أن نأخذ منهم أحد في بريطانيا ولكن أستاذ عادل أليس في هذا الموقف كما يقول البعض نوع من الأنانية إذا جاز التعبير نحن نرحب بالاتحاد الأوروبي وفكرة الاتحاد في أيام الرخاء في أيام البحبوحة أيام السعادة ولكن عندما يكون هناك مشاكل وأزمات وفترات عصيبة نريد جميعا أن نتخلى عن هذا الاتحاد لا نحن في بريطانيا لم نرحب أدن بالاتحاد الأوروبي عندما استفتينا في عام 75 كان على سوق أوروبية مشتركة لم نستفتى على الاتحاد السوفيتي جديد لم نستفتى على وحدة فيدرالية لا نريد أن يكون جيش موحد أوروبي لا نريد أن يكون هناك وزيرة خارجية أو وزيرة خارجية الأوروبة نحن المملكة المتحدة لأن مالكة هي رئيسة للكومنولت نحن لا نستطيع أن نأخذ مهاجرين من الكومنولت وهم رعا من رعاية جلالة المالكة بأنها يفرض علينا مهاجرين من الاتحاد الأوروبي هذا مرفوض تماما لأننا لاينا برلمان نحن قادرون على انتخاب الحكومة وقادرون على أفضل الحكومة هذا غير وارد في الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي هو اتحاد السوفيتي آخر يستاذ أكثر ما رأيك؟ هل هو بالفعل اتحاد السوفيتي آخر؟ لا لا بالتأكيد الموضوع الاتحاد السوفيتي موضوع إديولوجي مع احترامنا طبعا لجلالة المالكة في بريطانيا أيضا لدينا هنا قائدة اسمها إنجلة ميركل الموضوع ليس موضوع اتحاد السوفيتي لكن كما ذكر ضيفك محق في قضية أخرى يعني من المفهوم أن يقول مواطن أوروبي أو مسؤول أوروبي أو ناشط أوروبي نريد بنيانا آخر نريد بنيانا موازيا نريد بنيانا بديلا لكن لا يمكن أن يكون هذا البنيان الدولة القومية ربما من حظ بريطانيا أنها جزر فتستطيع أن تقول هناك حيث الماء تنتهي الأمور لكن بالنسبة للدول الأخرى لم يعد هذا الأمر ممكن بالعكس حتى النظريات القومية الأوروبية بالمناسبة غير قابلة للتحقيق نعم ولكن عندما تتحدث عن بنيانا آخر أستاذ أكثر ما الذي تقصده إذا لم يكن الدولة القومية البنيانا آخر تجمع مثلا أوروبي يكون أكثر منطقية وأقل بيروقراطية من هذا الاتحاد الأوروبي الذي تحول إلى فيل كبير إلى ما موت ولا يعرف أحد كما ذكرت منشغل بالموز وانحناءاته ومنشغل برلمانه تسمع برلمان أوروبي تعتقد أنه يختار الحكومة أو يراقبها لا يا سيدي البرلمان الأوروبي لا علاقة له بالمفاوضية الأوروبية أن يكون الموضوع أكثر جدية وبعيدا عن الشعاراتية حاليا نعم لدينا بهذا المعنى نوع من الشعاراتية داخل أوروبا لكن للتذكير النظريات القومية في أوروبا ماتت وانتهت النظرية الفرنسية هي نظرية الدم الذي يسيل من أجل فرنسا هذا هو المواطن الفرنسي لا أحد يموت الآن من أجل فرنسا في هذا العالم النظرية الألمانية القديمة الدم الذي يسيل في عروقك يجب أن يكون ألمانيا ألمانيا يا سيدي فيها وزراء من أصول تركيا وفيها مسؤولين من أصول إيرانية وعربية وما إلى ذلك انتهى هذا الزمان إذن القومية ليست لعبة نعود إليها مهما أردنا لها نظرياتها وهذه النظريات تجاوزها الزمن قد يكون الأمر جيدا أو سيئا لكن الزمن تجاوز هذا العصر الذي نتحدث فيه عن القومية بمعناها التقليدي عن الحدود الألمانية بمعناها التقليدي هناك الكثيرون يسكنون في بولندا ويعملون في ألمانيا أو بالعكس يسكنون في ألمانيا ويعملون في الدنمارك المناطق الحدودية الأوروبية تختلف عن المناطق الحدودية كما نعرفها ربما في مناطق أخرى من العالم هي متداخلة جدا ولا حدود طبيعية بينها لذلك لا مجال للعودة إلى تلك الناحية القومية وليس لدى بريطانيا وليس لدى ألمانيا وليس لدى إسبانيا أو أي أحد في أوروبا منفردا حلول لمشاكل عويصة في هذا العالم على رأسها قضايا شرق الأوسط الإرهاب العلاقات بين الشرق والغرب كل هذا لا توجد أجوبة ألمانية بحتة أو بريطانية بحتة عليها أستاذ عادل يعني مسألة العودة إلى الدولة القومية بالمفهوم القديم البعض يقول أنها أصلا ليست عملية اليوم العالم تغير المكونات الشعب تغيرت أنتم في بريطانيا انتخبتم منذ يومين أول رئيس بلدية من أصل مسلم الأمور اختلفت بشكل كبير ولا يمكن العودة إلى الماضي لأن المعطيات اليوم مختلفة إلى حد كبير نعم نحن لدينا الكومانولت ولم نكن أبدا نجوز من الاتحاد الأوروبي الكومانولت هو الامبراطورية البريطانية التي استمرت لمتاع عام فهذا امتداد تاريخي وطبيعي لأن معظم حتى المهاجرين هم من البلدان الكومانولت ورأس الكومانولت هو قلالة الملكة نعود مرة أخرى إلى تشبيه بالاتحاد السوفيتي بيروقراطية غير منتخبة نعم برلمان هو عبارة عن ختم المنطاط نعم مشكلة المهاجرين ومشكلة الإرهاب ليست مشكلتنا نحن لم نقل فليأتي مليون مهاجر إلى بريطانيا الذي قال يأتي مليون مهاجر هم أنجلا ميركل فلن تحتفظ بهم في ألمانيا لا نريدهم في بريطانيا لأنه لم أحد يسألنا فريبتنا عن مليون مهاجر هذا هو التشبيه مع الاتحاد السوفيتي فهي مشكلة تخلقها ألمانيا وتريد أن تصدرها إلى بريطانيا إذا خلقت ألمانيا مشكلة تتعامل مع هذه المشكلة المستشارة المرآنية لم تأخذ تفويضا من رؤوساء وزراء الاتحاد الأوروبي في اجتماع قمة اتحاد الأوروبي قبل أن تدلي بهذا التصريح فإما هي الحاكم الفعلي للاتحاد الأوروبي أو أنها خرجت عن ما تدعو إليه في كل حالتين لا ولكن بالمقابل أستاذ عادل هل أخذ توني بلير تفويضا من الشعب العراقي عندما دعم الحرب على العراقي نفس الشيء هناك قرارات تتخذ بغض النظر عن من دعمها ومن لم يدعمها توني بلير ضل البرلمان وكان جزاؤه أن في انتخابين متتاليين في 2010 و2015 رفض عن ناخب الحكومة العملية جزاء هذا أيضا توني بلير لم يفرض على الشعب العراقي أن يأخذ مهاجرين من سوريا أو من تركيا أو من بلد آخر مرة أخرى خدعنا في معاهدة ماستريخت خدعنا في معاهدة لشبونا لم يسألنا أحد رأيانا عندما استفتنا في عام 1975 استفتنا على سوق أوروبية مشتركة فعندما تدعو المستشارة الألمانية مهاجرين لتحتفظ بهم ولا تلقي بهم إلى بريطانيا أستاذ أكثر في 30 ثانية تعليق أخير بالنسبة لموضوع المهاجرين هناك أشكالية حقيقية بأن القرار الألماني لم يكن له خلفية استشارية مع باقي الأوروبيين مما أتى بردود فعلك التي ذكرها ضيفك الكريم الآن من لندن لكن نقطة رئيسية ربما في نهاية الحديث هناك ما هو خلف النقاش تستطيع بريطانيا أن تسعى إلى القومية مجددا فهي أمة ذات انتصارات ذات تاريخ كانت لا تغرب عنها شمس تلك الإمبراطورية وتستطيع أن تفخر بانتصاراتها في الحروب العالمية وما إلى ذلك بالنسبة لألمانيا الموضوع ليس استغلالا يعني ليس بسماركو الذي مسؤول عن اتحاد أوروبي وإنما نعم ميركل وأي سياسي ألماني يعرف أنه إذا عاد إلى القومية عاد إلى هزيمتين في حربين عالميتين لا فرصة له إلا داخل أوروبا شكرا لك الإعلامي أكثر سليمان كان معنا من برلين وشكرا لضيفنا من لندن الأستاذ عدل درويش الكاتب الصحابي شكرا لكم الآن شانتال وبعض مشاركات المشاهدين حول هذا الموضوع سريعا مهند بعض المشاركات حول الفكر القومي الأوروبي أحمد يقول الفكر المتطرف في أوروبا استغل أزمة اللاجئين والهجمات الإرهابية ليضغط نحو إجراءات وقوانين تعيد المجتمعات الغربية إلى الوراء أما علي فيغرد صعود القوميين في أوروبا سيعيد من جديد صراع الطبقات ومريم دائما عن نفس الموضوع الفكر القومي في أوروبا كان سببا في اندلاع حروب كبرى وعودة هذا الفكر سيعني نهاية الاتحاد الأوروبي أيضا وأيضا في التغريدة الأخيرة معنا لمجاهد الفكر القومي شكل من أشكال العنصرية ولا يمكن معه بناء دولة تحترم أبنائها هذه كانت بطبيعة الحال مشاركات الليلة حول هذا الموضوع موضوع حيوي دائما موضوع الاتحاد الأوروبي شكرا جزيلا لك شكرا مهند مشاهدين إلى هنا ملفات غرفة الأخبار غدا موعد جديد وملفات جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة